يد بيد إن شاء الله نحقق ما يستحقه هالعراق العظيم ما إن يقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أي فعل أو نشاط داخل العراق أو خارجه تبدأ التحليلات والتكهنات ووسائل الإعلام في تناول اسم الكاظمي الأكثر شعبية في الشارع العراقي ومنصات العالم الافتراضي كذلك هذه الاتهامات باطل أطلب من الدعاء العام أن يفتح تحقيق بهذه الاتهامات الخطيرة التي تمس الأمن الوطني العراقي لكن التنبه لما يحاول الكاظمي إثباته اليوم بالصوت والصورة أن يحقق نتائج فاعلة يلمسها العراقي الذي لن يصبر طويلا إذا بقي الحال على ما هو عليه أما المشهد الأكثر جرأة فيتمثل في زيارة العراق الرسمية الذي يأتي الكاظمي على رأسها برسائل سياسية واضحة إلى الشارع الإيراني الرسمي والشعبي فيضع نيشان العالم العراقي على صدره أمام أنظار المسؤولين الإيرانيين والعالم أجمع يبدأ رئيس الوزراء كلماته بضرورة عدم التدخل في الشان العراقي وهو ما يؤكد وعده السابق في العمل المؤكد على حفظ هيبة الدولة وسيادتها وبهذا يدخل العراق اليوم إلى البيت الإيراني بعلمه وحكومته وتعاونه التجاري كما ينهي الجدل حول أهداف الزيارة كما يجري الحديث عن وساطة عراقية بين طهران وواشنطن وهو ما تنفيه إيران بشكل رسمي لتؤكد الأخيرة أن طهران تربطها علاقات واسعة مع العراق إلى جانب وجود تشكيلة دبلوماسية ذات خبرة واسعة في إنتاج علاقات إيجابية مع السعودية وفي التفسير المتداول يضع العراق لغات المنطق في تحقيق نتائج تخدم الشارع العراقي وتتزن في العلاقات مع كافة دول الجوار والمنطقة والعالم العالم العراقي لم يوضع على صدر الكاظم فحسب بل سبق ذلك عملية تثبيت السيادة على المنافذ الحدودية وهو ما يسعى إليه العراق اليوم بتوطيد العلاقات لكن ليس على حساب ملفات الفساد التي تجري من الأسفل بين أحزاب متنفذة ومحاولات إيرانية على يد جهات تخرج عن مربع العلاقات الرسمية بين البلدين كذلك يستمر العلام العراقي مرفرفا على معبر عرعر الذي سيفتح قريبا كما تحدثت وسائل أعلام سعودية وهو ما يمهد سيابية الطريق قبيل الزيارة المرتقبة ترجمة نانسي قنقر